اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة التصميم التجاري على برنامج وورد في هذه المحاضرة راح نصمم تقويم كالندر وطبعا في العادة حجم التقويم يكون ياما A4 ياما A3 وطبعا لا بأس انه مصمم A4 ويكبر بالطابعة يكون A3 من تخطيط نتأكد من الحجم انه الحجم A4 طيب من ادراج راح ندرج الصورة ورح ندرج التقويم طبعا من ادراج صور طبعا راح ندرج الصورتين معا جيد هذه الصورة طبعا ما نقدر ننزلها بشكل مباشر لا بد ان نقلق ايمن امام الناس وطبعا راح نخليها بهذه المنطقة مع الضغط على المفتاح shift بهذه المنطقة ممتاز الآن ايضا هذه الصورة من التفاف الناس امام الناس راح نخليها بهذه المنطقة جيد طبعا من ادراج اشكال راح نضيف هذا الشكل راح نخليه بهذه المنطقة ومن تعبئة الشكل راح يكون اللون احمر جيد طبعا ممكن يكبر قليلا والصورة طبعا ممكن تزحف الى اليمين هذا الشكل راح نستنسخه بهذه المنطقة جيد وطبعا هذا الشكل راح نمطيه لون من تعبئة الشكل طبعا ممكن يكون اللون الاصفر ممكن الاخضر ممكن الاسود ولو الاسود راح يضارب ويا الصورة طبعا نجرب هذا اللون اللي هو اللون الاصفر ممتاز ولا بأس انه هذا اللون ممكن نغيره الى مثلا اللون التركوازي مثلا طبعا نجي الى مزيد من الالوان وطبعا نجي بهذه المنطقة ممكن نختار ممكن هذا اللون وممكن طبعا مخصص ممكن نختار هذا اللون ممكن هيتشلون ممتاز وهيتشلون ممكن يصير احمر او احمر ماروني الاحمر الفاتح جميل طبعا لا بأس انه هذا الشكل ينزل وهذا الشكل يصل الى هذه المنطقة طبعا هذا الشكل يصعد قليلا جيد الان من ادراج مربع نص او ممكن نكتب بداخل هذا الشكل نكتب الفين واحد وعشرين طبعا نكبر الحجم ممكن اصبح كبير وطبعا بولد ممتاز وفي هذه المنطقة رح نكتب مثلا ادراج مربع نص رسم مربع نص مثلا نكتب شركة اميرة الشرق مثلا نكبر الحجم ونختار فونت هنا بالاسفل طبعا ممكن نكتب نص ممكن مربع نص اخر طبعا من تعبئة الشكل بلا تعبئة مخطط بلا مخطط هذه المنطقة ونكتب للسياحة والسفر طبعا ممكن رجلر هذه المنطقة طبعا هنا بالاسفل ننزل طبعا ممكن هنا بالاعلى نضيف الشعار الشركة أنا رح اضيف شعار آلم بها الاحترافي طبعا نكليك ايمن على الصورة امام الناس بهذه الطريقة وطبعا ممكن الاسم يكبر وطبعا رح نضيف ممكن هنا لقم التليفون او حساب الفيسبوك لا بس بهذه المنطقة طبعا التقويم يكبر اكثر بهذه المنطقة يكون جيد وطبعا رح نضيف شكل نحنانا بهذه المنطقة وراح يكون ايضا بنفس اللون اللي هو تركوازي يكون جميل او ممكن نجرب اللون الاحمر الاحمر جميل تعبئة بلا تعبئة طبعا الشكل رح يكبر ممتاز الان رح نضيف بعض اللمسات بهذه المنطقة طبعا من ادراج اشكال نضيف شكل مربع بهذه المنطقة طبعا تعبئة الشكل رح يكون اللون التركوازي وطبعا هنا نكليك ايمن تنسيق الشكل تعبئة رح نقلل من الشفافية مثلا بهذه الطريقة ممتاز وطبعا هذا الشكل رح نستنسخه رح نخلي هذا الشكل اهنانا وطبعا رح يزيد العرض مثلا بهذه الطريقة الشفافية رح ترجع صفر الآن رح نضيف خطوط من ادراج بهذه هي الطريقة طبعا ادراج خط جيد طبعا ممكن هذا الشكل يكون الى اليمين وهذا الشكل يكون الى اليسار ممتاز هذا الخط طبعا يكون تركوازي من تنسيق الشكل تعبئة المخطط اللون تركوازي وطبعا من مخطط تفصيلي ممكن انه الوزن يكون اسمك جيد الآن رح نضيف خط اخر من ادراج اشكال وطبعا ايضا رح يكون بهذا النوع واللون فقط انه رح يكون منقط يكون اجمل طبعا هذا الخط رح يصعد الى الاعلى وطبعا هنا ايضا هذا الخط رح يكون الى اليمين وهذا الخط طبعا مستنسخة طبعا ممكن نكبر الحجم طبعا نحدد هذا الخط كنترول سي كنترول في وطبعا ينزل الى الاسفل بهذه المنطقة ممتاز وطبعا يكون خط يعني دائم وليس منقط من شرط نختار هذا الخط ممتاز جيد وايضا لا بأس يعني الخط يكون للنهاية ايضا جميل رح نكتب هنا نص هذا النص طبعا رح نستنسخ هذا مربع الناس رح نكتب هنا شعار الشركة لسنا الوحيدون ولكننا الافضل طبعا نكون محادثة الى اليمين بهذا الشكل ممكن نكبر شوية بعد وطبعا رح نختار فونت مثلا رقلر وبي لون يأما تركوازي يأما أحمر وأنا شوف الأحمر جميل ممتاز إذا لاحظ أنه أصبح عندنا تقويم جميل وبسيط في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر